صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين اليوم عدنا الجلسة لتصويت على تعديلات المقدمة على مقترح قانون متعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين قدم في الدورة السابقة دورة الخريفية ونقش بداية هذه الدورة اليوم سيتم وتصويت عليه وتأتي خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد تلك التي قام بها مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي حيث صدق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام معاشات المحدة لفائدة أعضاء مجلس النواب تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية